بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد الشكر الجزيل للإخوة القائمين على هذه الفعالية المهمة وكما يعلم الجميع نحن نمر بعدة مناسبات هامة ومنها مرور أكثر من ألف يوم على انطلاقة ثورة 14 فبراير المجيدة إضافة مع اقترابنا لتاريخ 17 ديسمبر هو يوم الذي استطعنا أن ننتصر على إرادة السلطة مع انتفاضة الكرامة في تسعينيات وكذلك نحتفي بشهداءنا الأبرار وكذلك نجدد ذكرى الأب الغالي الأب الحنون شيخنا الجمري نعم بهذه المناسبات علينا أن نستمر في حراكنا الشعبي وأن نتواجد مجددا في كل الساحات والميادين متمسكين بمطالبنا المشروعة تأكدوا أحبتي بأن المجتمع الدولي الحر مع شعب البحرين ومع مطالبه إضافة إلى كل المنظمات الحقوقية أينما نذهب وأينما نلتقي مع أي جهة سواء كانت جهة رسمية أو جهات أهلية هم يساندون شعب البحرين في مطالبه نعم كلنا ندرك بأن هناك تغييرات إقليمية وهذه تغييرات في صادع شعب البحرين فقط الباقي بأننا نصبر وأن نستمر في الساحات والميادين كما كنا سابقا على أمل أن نلتقي معا على أرض الوطن بعد أن يتم تحقيق هذه المطالب المشروعة وبعد الإفراج عن أحبتنا الذين في السجون ونحتفي بغد جديد وأمل جديد إن شاء الله وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته